اشتركوا في القناة كيف كانت الأجواء كيف كانت الحالة الحماسية لطلابنا تمام هذه السنة هي السنة الـ 14 بتاريخ الأولمبياد بتاريخ التميز والإبداع هي السنة في 2016 كانت أول سنة هي تميز والإبداع وهلا هي السنة الخامسة أول رابع مبارح كانت اختبار انتقاء للفرق اللي رح تشكل فريق المشارك باسم سوريا بالأولمبيادات الدولية وبالإضافة إلى هيك كان في فريق الراضيات يخد اختبار الأسوي المبيادات الدولية الأسوي بارح كان وبالإضافة إلى اختبار الفيزياء والعلم الطبيعية اللي رح تشكل فيه الفرق مثل سوريا خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن عدد المشاركين كيف التحضيرات عم بتكون لتحضيرهم لتجهيزهم المنافسة كيف هيك الردود الأفعال التجهيزات النفسية حتى لأطلاب المشاركين خطة التدريب مستمرة سنة وراء سنة في شهر 12 أو شهر واحد صار فيه خطيار فريق الجديد لصفة العاشر فانضم للفريق الوطني مثلا بمادة تلفزيا خمسة عشر فرد جديد وكان في عشرين فرد قديم من الحادي عشر وبركالوريا صار مجموعة 35 أسبوعيا كنا نبعت لهم تدريبات بحلوها ويعطونا إياها مصاححة ويعطونا العلامات ويعطونا الحلول ويعطونا أسئلين من جاوبي عليها فتدريبهم استمر على مدار الأسبوع بس بآخر أسبوعين فينا نقول يعني الأسبوعين ماضيين صار التوتر أعلى بالنسبة لطلاب إنه هلا نحن عنا اختبار وبدنا يعني في من أصلها إلى 35 وواحد بمادية الفيزياء في خمسة بس راح يمثلوا سوريا وهذا شي بيبين باختبارات مبارح واليوم يعني هوا اختبارات متفتالية كان القلوب خفئت تماما فمبارح كان يعني السل التوتر أعلى كتير صباح قبل ما يفوت على الاختبار بس مجرد ما يدخلوا على الاختبار أول ما يفتحوا ظرف أول ما طلع صفيرة ويفتحوا ظرف الأسئلة بروح التوتر ببلا شو حل بارح كنا موجودين أثناء الاختبار وكانت يعني لما تشوف الطلاب هي عم تشتغل وعم تكتوب يعني منحس بالفرحة تماما يعني كانوا يقول لنا زينب الخوف هو علامة النجاح أو هو أنه نحن خايفين لأنه بدنا نحقق تماما خلينا نحكي شاركنا بآسيا شاركوا طلابنا بآسيا لأي حد الأولمبياد مهم بمشاركات آسيا لأنه نحن نتجاوز ونحضر لها المصابقات الدولية هناك معلومة مهمة كثير أن الأولمبياد الأسئة أصعب من العالمي لسبب أنه معظم الدول يلي بجيب جوائز دهبيات ومراكز الأولى هي عم تكون من آسيا هلو شو اللي صار الفرق القوية ضليت بس عدد الفرق قل فالجوائز تقل بس لهيك الأسئة أصعب من العالمي حتى مساهل أصعب طيب خلينا غدير نحكي لأ كنا عم نحكي تحت الهواء قلت لي أنه أنت كنت طالب قبل صحيح بعدين صرت باللجنة العلمية لمادة الفيزياء صحيح كمان هذا الانتقال هاي الخبرة اللي صار عندك ياها قدي بتفيد اليوم خبرتك وتجربتك للطلاب قديك فيك تعلمهم من أخطائك يمكن أو القصص اللي تعلمتها صحيح كيف عم بتتعامل معهم كونك كنت مارر بنفس التجربة طيب هلا هو بالألفين ودعش لما كان هي أول مشاركة إلي عالمية كانت هي أول دخولي للأولمبياد كانت بي تايلند أولمبياد الفيزياء الفين ودعش فلما نحن رحنا لهوني كنت نصف عاشر كنت نتظير فشفنا فرق أو فرق عالمية اللي بذكره كان فريق إيراني كان الليدر تابعهم يعني الدكتور اللي جاي معهم هو كان متسابق بالستينات فنحنا كتير أنا وقتها كتير لفت انتباه الموضوع وعجبني من وقت تحت هدف بالي أنه أنا إن شاء الله بدي أشتغل حالي حتى أصبح عضو اللجنة العلمية فبالفعل هلا بعد تسع سنين هلا نحن بـ 2020 أنا صرت عضو باللجنة يلي رئيس اللجنة وباقي الأعضاء هنو كانوا أساتيستي وأعضاء اللجنة لما كنت في 2011 هلا اللي بصير أنه أنا بمأنني خط التجربة فبعرف شو الأخطاء لوقعت فيها بعرف المراحل بعرف شو هي طريقة التخضير الأفضل رح تخطي جوبة عالمية بعرف أنا شو شو التوتر ممكن نصيب لأنه نوع التوتر الموجود بالاختبارات العالمية مختلف عن توتر موجود باختبارات الجامعة العادية أو المدرسة السبب أنه مثلا أنا بطلع عيميني بشوف واحد مثلا صيني أنا ممكن خاف يعني باعرف في طلاب قالولي أنه نحن خايفين من جو التوتر أنه نحن موجودين بقاعة في مية طالب من خاف بس الجو العالمي سوف يتوتر أكتر من هكب كتير نحكي لهم شو الطرق الممكن تؤدي أنه خاف التوتر أكيد هذا الشي بساعد الطلاب ما هو بالأساس هي هو هدفنا أكيد دائما الطموح دائما الحلم يعني حضرتك كنت طالب وصرت حاليا من الأعضاء أكيد دائما اللي بيحط شي بيعينه أكيد بيوصل له خلينا نحكي عن مشاركاتكم بالألفين وعشرين وين رح تكون وبأي دولة يعني بالدول اللي رح تكون فيها تمام بالألفين وعشرين في مادة الفيزا رح تكون بليتوانيا مادة الراضيات بروسيا والعلوم الطبيعي باليابان والمعلوماتية بسنغافورة والكيميا بتركيا حلو إن شاء الله يعني يكون مشاركات السنة هي مميزة طب شو بتتوقع هيك بكونك على احتكاك بتوقع العمر يعني مناسب جدا للاحتكاك ومعرفة هيك حالة نفسية للطلاب شو بتتوقع الإنجازات والمشاركات هاي سنة حتكون في فرق مميزة بمواد عن فرق معينة في حماس حتى فعلا يحصلوا على الذهبية تمام هل هو الحماس موجود أكيد يعني ما هو سنة عن سنة عم يزيد إنجازات يعني مثلا إذا منلاحظ الخط البياني للجوائز اللي عم تنجاب من 2011 اللي هي أو 2010 نحن أول سنة بنجاب فيها تجائزة دولية للـ 2019 منشوف كلمان عم يزيد فسنة أكيد يعني الشي متوقع أنه يزيد إسا أكثر بكثير هلا بس أنت حكيت شغلة حلوة أنه أن العمر أنت قريب من عمر طلاب هو بالفعل أنا طلاب صايرين أصدقائي أكثر ما أحس حالي أنا أستاذهم تماما يعني بسان بحكوني قبل بيوم أن نحن متوترين شوف نصحنة حتى يروح التوتر فبالفعل ما بحسن أنه هنن طلابي مثلا الفرق بينهم بينهم 9 سنين هو ممكن واحد يحسن كتير مثلا هي أبدا يعني أنا أحسن مثل أخواتي الظهار أو وليس الظهار حتى تمام أكيد تمام يعني من خلال تجربتك ومن خلال أيضا يعني دائما عندك خبرة أكثر من الطلاب الجداز يلي هنن متحمسين يلي هنن حابين يحققوا شي لأي حد رح نقيم شوي الرياضيات والفيزياء والعلم الأحياء على جرام ونحكي مثل ما قالتك صديق لقلون أحيانا في جانب نفسي نحنا من التجاه لقلو يمكن بالقلو من قاعد العلمي في شيء اسمه أرشاد نفسي لنقدر نحنا نعطي ريلاكس للطالب لا يقدر هو يتمم عمله بلا توتر نخفض عنده حالة هذا التوتر حكي لنا أحيانا بصير مناقشات بينك وبينهم أنه هدي روى رحكي لك شاء الله صارت معنا مبارح مبارح بعد الاختبار في طلاب فهو طبيعي أنه يكون متوترين بعد الاختبار ولكن هناك اختبار ثاني اليوم فالمفروض أنه يرتاحوا فلاقي الطريقة الوحيدة أنه لا يفكرون فيها بالاختبار أني أقعد معهم وسألهم ماذا لديكم نصائح أو مقترحات للتدريب أو ماذا ناقصكم وماذا يجعلون لتحدث لتدريبكم أفضل فهنه مثلا من السيارة للسيارة فتنا موضوع هو أنه وماذا نفعل بالأيام الجاي فننسوا تماما أنه يوجدون اختبار بالأخير صارت ساعة تسعة بالليل ولم أشعروا بالوقت أبدا أشعروا حالهم عسانين وقالوا لديهم أن نروح ننام فأنا هون ترى مبساطة لأنني أشعروا أنني أشعروا لأيهم أنني قدروا أنه ينوم وينفكروا أبدا بالإختبار مارس أهدوا عصابا تماما لا توقع غفو فورا أكيد غدير طيب خلينا نحكي شوي عن هلأ كل الطلاب المتميزين بدراسة المواد مهمة مثل فيزياء رياضيات الكيميا المواد العلمية شو الاختبارات الجديدة اللي عم تخضعوا أو الإجراءات لحتى تقبل الطلاب جردود متميزين هل في صار مقاييس جديدة هاي السنة صار في شيء أو حديث على هذا الموضوع هل هو الشيء والكتائي الم Medicine نحن نت latih نتتقدم وغير الوقت نج chase ان يجرب المسائل العالم他们 فمستوى المسائل كانت بالفعل هالسنة هاي يعني بصعب هو سنة جاء الحكمة مصعبة بأكيد بس الطلاب كانوا قدّم كثير حلو يعني دائما هذا حافظ لأنه هنين دائما يتحضروا لكل شيء يمكن نحنا منعلي مستوى الأسئلة شوي منعطي الأصعب ليجي بالامتحان الشي اللي نحسه لا معناته نحنا نقدر نحله بسهولة كان هذا أسلوب متبع دائما لنهيئ طلابنا كمان أنه يقدروا يجاوبوا على الأسئلة وبعلامات خلينا نقول ودرجات عليا معايير معينة نحنا دائما نتبع على استقبال أي طالب أو الطلاب الجدد يريدون أن يفوتوا بمجال الأولمبياد العلمي نحنا نحكي عن الجدد مولي قطع وشوط ما هي المعايير اللي نحنا بيخضعوا له إليه ما هي الاختبارات اللي نحنا نقول هذون صاروا ضمن التيم الكامل بسبب الشريحة الكبيرة اللي يصل للأولمبياد اللي هي هالسنة هي كانت ستة وسبعين ألف طالب جديد صف عشر فمفروض أن يكون في المراحل لأنه على مرحلة واحدة يصبح صعب كثير التمييز بين طلاب فتكون مرحلة أولى على مستوى المدارس بتصير بأيلول ببداية السنة أو بتشرين الأول تجي مسائل مثلا أسهل بينتقوها مثلا على مستوى كل مدرسة مثلا عدد معايير من طلاب بعدين على مستوى مجمعات تربوية بعدين مستوى محافظات بعدين مستوى سوريا نضاف للفريق الفيزيا مثلا أو كل مادة للحال خمسة عشر واحد على الفريق نجمعها الخمسة عشر واحد مع طلاب سنوات قبل ونخضعوا تدريب لمدة تتشهور مشان اختبارات هالي يومين هدول اللي هي انتقاء فهو المعايير اللي تتحدث عنها هي عبارة عن سلسلة من الاختبارات بالإضافة للاختبارات في التدريبات من المفروض انه مطلاب تتحلها واللي طب هو محد عم يقصر بالحال بس على فرض انه في حدا مثلا ما عم مشارك بها الاختبارات تدريبات الاسبوعية ممكن هون يعني يصير في اعتزار منه انه هما في بكفي معنا بس الحمد لله الكل اللي عم مشارك والكل متحمص فغالبا الحمد لله كلهم ان شاء الله غدي راتب خلينا نحكي شوي كمان عنا يمكن متل ما لنا التحذيرات العلمية لنا انه كل اسبوع عم تحضرون عم تعطوه النماذج قبل السفر شو هي الاجراءات اللي ممكن للطلاب المنطقين لحتى يمثلوا بلدهم بالمادة الفلانية شو هي الاجراءات اللي ممكن تتبعوها لتحضيرهم نفسيا ومعنويا قبل ما يحملوا رسالة بلدهم ويطلعوا لها يمكن لآسيا تمام هل هو قبل اختبار دولي الفريق اللي بيشارك دوليان اللي هنو مثلا بالفيزا 5 خمسة من كل فريق هل هو الفيزا 5 رياضيات 6 العلم الطبيعية 4 المعلماتية 4 والكيميا 4 لأن المنظمات الدولية مفصلة عن بعضها نحن بسوريا مجموعين بهايئة مزرب دا مفصلة عن بعضهم فكل واحد عنده قوانينه بالفيزا مثلا نحن عنا خمسة هالخمسة هدول قبل فترة تنتب من اسبوعين لشهر من الاختبار الدولي بنعمله معسكر تحضيرات عملية وتحضيرات نظرية وأكيد فيه تحضيرات نفسية نعم نعم يعني خلينا أيضا نحكي زينب عن أجواء الطلاب كيف كانت لنا كان فيه أجواء حماسية لكن دائما المنافسة تدخل فيه طلاب يعني من أعمار مختلفة مثل نحن ما منعرف ولكن دائما الأجواء بتكون فيها منافسة يعني لو كانوا رفقاء بيحبوا بعض ولكن لا بدون ياخدوا علامة أكثر من علامة هذا الشيء هذا مشروع خلينا نقول هي منافسة شرعية منافسة شريفة كيف هيك المنافسات عم بتكون كيف بدون يسبقوا هيك بالعلامات هذا الشيء كتير حلو يعني تماما بتذكر وقت التدريبات من اسبوعين أو ثلاثة مثلا أنا أبعد علامة كل طالب لحاله فبالاختبارات الدورية بيسألوا فيسألني أنه أنا قدش علامتي أنه أنا قدش ترتيبة فبقلوا مثلا أنت ترتيبك الثاني مثلا أول ثالث أول أول أولا 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 أنه طلاب تنافس بناتهم يمشون مع بعض يعني هم رفقات طلاب دائما يكونوا رفقات وملاحظت أيضا أنه طلاب صف العشر يتطلعون على الأكبر منهم سنة على الحادي عشر روح بطيوريا يرون أنه محاربين القدامة يتطلعون لهم يقولون إن شاء الله مصير مثلهم فالأجواء هذه بالفعل أكثر مبسط فيها أكيد ومثل ما لنا دائما الرفقات حلوة غيرة للشغل أكيد أو للمنافسة الشريفة أكيد ما تعطينا نصائح أو تعطي كل الطلاب نصائح لحتى فعلا لأنه اللي حابب بفوت على الأولمبياد العلمي يتشجع وإذا كان مبدع بشي معين يتشجع وكمان لطلاب هلأ اللي رايحين مثل ما قلنا على آسيا لا تمام هلأ بالنسبة لطلاب الجيدة التي فينا قولي اللي السنة الجاي ممكن يشاركوا أكيد يعني هو الشغلة الحلوة بالأولمبياد إنه هي ما فيها خسارة أبدا هي دائما ربح بربح حتى لو طلعت أنا من أول مرحلة فأنا كسبان أنا شفتت عجو جديد وأكيد يعني إذا واحد وصل للمستوى العالمي فهو تتسب كتير خبرات وتتعرف على كتير شخصيات مثلا علمية وفات على مخابر حلوة ولكن بالنسبة للطلاعين عالميا فهدول إلون قاعدات خاصة راح نكفيها كتير أكيد وننصحون شو لازم يساووا أكيد نعم يعني عدة نصائح قدمتها للطلاب يعني ومشاركات عديدة خلينا نسأل قديش نحنا هيدة المشاركات يعني كمان بيكون إلى ترتيب معين بالتحضير يعني مثلا الفئة اللي رايحة على اليابان والفئة اللي طالع على روسيا دائما بيكون قبل ما يطلعوا أيضا في شوية تحضيرات يعني نهيئن نحنا أكثر لأنه هن رايحين على دولة تانية هن حيمثلوا سوريا سوريا اللي خلينا نقول مرات بحرب قاسية ورغم هذا الشي طلابه هنين عم بيشاركوا بهدئ الدول قديش أيضا مهم هاي التحضيرات قدي مهم من هاي الطالب إنه نحنا طالعين على دولة تانية لنمثل هذا البلد يعني عانى حرب تمام هلا هي طلاب ما شاء الله عليهم هنون بيعرفوا دورهم كتير منيح بس طبعا يعني أكيد لابد أنه سيف شوية توجيهات قبل ما يطلعوا هلا في ناحيتين ناحية العلاقة بالحرب مثل عم نقولي الأهل بيلعب دور كتير كبير به الموضوع طبعا أكيد يعني أنا بشوف كل سنة طلاب تجيب مع أعلام تجيب مع شعاراتنا تجيب مع سيفونيرات مثلا اللي هي العلاقة بتوراسنا مثلا نكون عملة صغيرة عملة سورية هاي ناحية الأولى وناحية تانية في تحضيرات نفسية قبل ما يطلعوا أكيد يعني نوع التقص مثلا درجات الحرارة إذا في دولة ماطرة أو لا هذا الشيء كله بيتم تحضيرها قبل ما يطلعوا نعم وبس يصلوا بيكون في معنى يومين قبل ما يبلش اختبارات يعني يطلعوا الدولة يومين هتت تعودوا على الجو بعدين بفوتوا بالمنافسات نعم يعني غدير نحنا بننقلكم يعطيكم ألف عافية إن شاء الله موفقين بهي المنافسة الجديدة إن شاء الله بيرتفع اسم سوريا دائما على إيدينا الطلابه ومبدعيها مميزيها شكرا لوجودك معنا ووفقين كل الطلاب يا رب شكرا شكرا لكم أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا وذنتم النار كنتو شكرا لكم شكرا لكم شكرا